تغريدة للصحافي والإعلامي جوزاف أبو فاضل من بيروت يدعو فيها اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا إلى التسلح في مواجهة اللاجئين السوريين وتطويق مخيماتهم هذه الدعوة أتت بعد دعوة سابقة قام بها أحد السوريين المقيمين في السويد بدعوة اللاجئين السوريين إلى حمل السلاح للدفاع عن مخيماتهم إذن النزوح السوري في لبنان أصبح قنبلة موقوطة قابلة للانفجار في أي لحظة ولكن ماذا ستكون النتائج وما هي الحلول معي من بيروت ديالا شحادي المحامية والحقوقية الخبيرة في القانون الجنائي الدولي وهي مدافعة شرسة عن حقوق اللاجئين السوريين في لبنان أستاذ ديالا مساء الخير وأهلا بك أسأل نور أستاذ توني كيف تلقيت دعوة جزاف أبو فاضل إلى اللبنانيين والمسيحيين لحمل السلاح للدفاع عن منازلهم وبيوتهم ووطنهم في مواجهة النزوح السوري الذي صار المصطلح بدل النزوح السوري الاحتلال السوري للبنان بأعداد مليونية دعوة جزاف أبو فاضل هذه كان سبقها دعوة لناشط سوري كمال اللبواني عندما دعا السوريين إلى حمل السلاح والتحصن في مخيماتهم للدفاع عن أنفسهم باعتبار أن لبنان هو محافظة سورية كيف تبررين ما يحصل اليوم ما بعرف الناشط كمال اللبواني السياسي كمال اللبواني وصف لبنان بأنه محافظة سوريين يعني استغرب هيدا راح اقترمي كمان ببعض الأمور أسائل الجيش اللبناني واعتبروا أنه عسكر أبو شحاطة وكل هذه الكلام بفيديوهات صارت معروفة منتشرة على السوشيال ميديا بهذا الموضوع يعني صار عندنا من هون دعوات لحمل السلاح بوجه السوريين وفي المقابل دعوات إلى السوريين بحمل السلاح لحماية أنفسهم حضرتك محامية وحقوقية نارشطة تدافعين عن الوجود السوري أو النازحين السوريين في لبنان اليوم لما صرنا بين هذين الشقوفين كما يقال أين أنت؟ بس أنا لا أدافع عن الوجود السوري في لبنان أنا أدافع عن حق اللاجئين أين كانت جنسياتهم وأينما وجدوا في الحياة بحقهم في الهرب من دول تطهدهم وحقهم في عدم ترحيلهم إلى دول تستمر في ارتكاب الجرائم الجسيمة بحق شعبهم واستطراضاً يمكن أن ترتكب بحقهم دعوات لحمل السلاح اليوم هي بحد ذاتها جرائم باستغرب عن محامي الأستاذ أبو فاضل قبل ما يكون صحافي وصاحب رأي وسياسي هو محامي باستغرب منه أنه يدعي لحمل السلاح من قبل يعني مما كان فما بالك من قبل اللبنانيين ولمواجهة ماذا؟ نحن ما شفنا أحداث للاجئين سوريين عم بيهاجموا المدنيين في لبنان هكذا يعني فيه تضليل كبير بالخطاب اللي ارتفع مؤخراً ومش أول مرة بيرتفع بيرتفع دائماً مع توقيت سياسي يحتاج إلى هكذا خطاب فارتفاع الخطاب ضد السوريين وكأنه ظهرت هلأ أزمتهم وهي أزمة جدية ويجب معالجتها من دون شك واللي عم بيطالب بعودة اللاجئين أنا بتفهمه وما في بلد في نسبة من اللاجئين قياسية لبنان ولكن نطالب من بعودة اللاجئين؟ نطالب اللاجئين اللي هم هاربين من سوريا واللي هم أساساً نظام بشار الأسد فعل كل ما يمكن ليثبت بأنه لا يرغب بعودتهم أستاذي ديالا أستاذي ديالا أستاذي ديالا دعينا نتطرخ إلى الأمور كما هي أنت تعلمين تماماً أن معظم اللاجئين والنازحين في لبنان يذهبون ويعودون إلى سوريا بيطلعوا وبيرجعوا بيروحوا بالويك أند وبيرجعوا تلت ترباعهم بيشتغل هون وهونيك عندهم أهلهم وعيالهم موجودين هونيك مبارح كل الناس يعني الشباب اللي فاتوا بأعداد هائلة إلى لبنان ما في هلأ أحداث أمنية وملاحقات في سوريا لهم إنهم دخلوا إلى لبنان بأهداف تختلف تماماً ما لا علاقة لا بوضع الأمن ولا بوضع الحياة جايين يشتغلوا بلبنان أو جايين للبنان لا يهربوا بالبحر إلى دول أخرى لا يطلبوا اللجوء يعني اليوم الحالة اللي دخل فيها اللاجئين السوريين إلى لبنان في البداية تغيرت ما بقى عندنا هذه الحالة يعني بطل في مناطق غير آمنة بسوريا بطل في حرب وقصف في سوريا صاروا ناس مدنيين عاديين يعني هو هون وخيوا بسوريا ومرته ابنه ولاده بسوريا يعني مش معقول يكون هيدا هربان من النظام السوري وبيطلع وبينزل على سوريا وقت الانتخابات بيطلع على السفارة السورية ينتخب بالدم بشار الأسد فصار معروف أنه معظم الموجودين في لبنان هني موجودين لأنه عم بيقبضوا من الأوبام المتحدة عم بيقبضوا مصاري عم بيشتغلوا صار عندهم اهتمامات حياتية أفضل بكتير من وجودهم بسوريا يعني بطلت عليهم على بعضهم أنا عم بحكي طبعا مش على الكل بطلت صفة الناجح أستاذ توني فضلي أستاذ توني يعني عفوا بس المعلومات اللي عم تدلي فيها غير دقيقة ممكن غير دقيقة معظم اللاجئين السوريين موجودين في لبنان يذهبون إلى سوريا هذا الكلام غير دقيق سمت عدد كبير من السوريين المقيمين في لبنان يذهبون ويأتون إلى سوريا هذا صحيح على منطقة وبذكر أنه في بضعة مئات من الآلاف شطبت عنهم صفة اللاجئ من المفاوضية سمية لشؤون اللاجئين منذ العام 2015 بالتعاون مع الأمن العام بحسب حركة دخولهم وخروجهم وبالتالي في مسئولية على عاطق الدولة اللبنانية وبالتعاون مع العفوا المفاوضية لتحديد من هو الذي فعلا ترك سوريا ولم يعد قادرا مش فقط لم يعد راغبا لم يعد قادرا على العودة أنا بدي أسأل سؤال أستاذي ديالا بسمح لي لأنه حضرتك قلت مجموعة مع الفضاء مضبوط مضبوط بس أنا بدي أسأل سؤال مهم جدا إذا اليوم الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي قال لهم لهؤلاء النازحين الموجودين في لبنان أنا ببقى بدي أدفع لكم مصاري يا ترى بيبقوا بلبنان ولا بيفلوا بس هذا الواقع الحالي استثنوني أنا بدي أقول إذا بكرة قالوا نحن ما رح نعطيكم مساعدات بالعملة الصعبة بيبقوا ولا بيفلوا ما هنه نسبة كبيرة منهم ما بتتقاضى أي شيء لا من الأمم المتحدة ولا غيرها إذا نحن دولة طرف الأمم المتحدة معناه تنثق بالتقارير الأمم المتحدة تقارير المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين اللي صدر منذ شهر أو شهرين وضح وصحف المعلومات الخاطئة اللي عم يتدولها السياسيين في لبنان لأسباب سياسية عن استفادة اللاجئين السوريين من مساعدات الأمم المتحدة وتبين أنه الأكثرية مش ذاكرة النسبة إذا فوق التسعين بالمئة هي دون خط الفقر وإذا عم نتابع واضح واضح الموقع الإلكتروني والتقارير السنوية للمفاوضية صار لها خمسة سنين بتستغيث وبتقول ما بقى معي حد الأدنى المطلوب من الحالات الأكثر طارية نحن لا تجيعهم على البقاء في لبنان لا ما بياخدون لا ما بياخدون على أوروبا ما хدنا بنشجون على البقاء هلا وواصل خبر مني شوية انه المجتمع الدولي بيطلب من اللاجئين ان البقاء في لبنان لا ما بياخدون على دول أوروبية متقدمة عندا امكانات اقتصادية أكبر ما فيه هذا السؤال لك أستاذ توني فيه شئان الحقيقة هناك كل ما يشجع اللاجئين السوريين على عدم العودة ومنذكر لأنه دائما الفاعل والمرتكب بهالقضية هو مجهل دائما ليش السوريين اللاجئين بعدهم ما رجعوا هالسؤال دائما ما منجاوب عليه مباشرة الإحصاء الرسمي أستاذ توني بيقول أنه بين 70% من المناطق التي أتى منها اللاجئون السوريين المقيمين اليوم في لبنان هي مناطق لم تزل مدمرة حتى اليوم النظام الأسد من خمس أو ست سنوات استحدث مرسوم رئاسي رقم عشرة لاستلاء بشكل غير مباشر أو بشكل خبيس على الأملاك العقارية في هذه المناطق المدمرة التي لم تزل مدمرة حتى الآن لا يوجد أي معسكرات إغاثية للأم المتحدة بسبب عدم موافقة النظام الأسد على ذلك وابتزازه المستمر للمجتمع الدولي في المناطق السورية من أجل استقبال هؤلاء اللاجئين وأساسا منذ أول أزمة اللاجئين السوريين طلبت الأمم المتحدة باستحدث لهم أنا مخيمات بحافظ على أمنة بقوة مشتركة مع الحكومة اللبنانية فضلت الحكومة اللبنانية اللي هي حليفة على ما يبدو لحكومة الأسد أن تحول هذه الوجود اللازئين إلى أزمة غير منظمة وفوضوية لاستعمالها في هذا اليوم لاستعمالها تحديدا من أجل أحد هدفين ابتزاز المجتمع الدولي دفع المزيد من المال أنا بفهم أن الحكومة تطلب المزيد من الدعم ولكن ما بفهم أنها بتبتز بهذا الخطاب المسيء اللي بيحدد بارتكاب جرائم ضد اللاجئين السوريين بعد ما فشلت باستدرار المزيد من المال بسبب الفساد والهدر القياسي للحكومة اللبنانية في كل ما يصلها من أموال وخصوصا من منح السوريين ما حدا عم بيقول للاجئين خليكن بس ما حدا عم بيقلهم ارجعوا بالطريقة اللي لازم يقلهم إياها ما في مناطق أعيد بدأ إعادة أعمارها ما في مخيمات للاجئين آمنة في سوريا ما في أي حوار بدأ من أجل الكشف عن مصير مئات الألاف من المفقودين قصريا المقتولين المعتقلين المخطوفين ما في أي إجراء على الإطلاق عملوا نظام الأسد ليغير الحالة اللي كانت عليها سوريا لما حربوا منها هؤلاء الأشخاص والكلام عن أن نزاع المسلح توقف غير صحيح النزاع المسلح مستمر في عدد من المناطق ولكن الأسوأ هو استمرار التنكيل والاضطهاد من النظام في جميع المناطق لدرجة أن التجديد القصري لم يزل مستمرا من دون أي نقاش حاول عدم إقحام القوات المسلحة في أي جرائم دولية من جديد المسؤولية الأولى في هذه الأزمة على نظام الأسد ودولتنا لا تريد الحوار لا مع المجتمع الدولي لضغط على نظام الأسد ولا مع نظام الأسد بدأت تستخدم خطاب الابتزاز إما لدفع ما أريد أن يكون في دولية أنا أريد أن أسألك قبل أن يخلص الوقت بصفتك حقوقية اللواء جميل السيد عمل تغريدي اليوم بيقول فيها طبعاً اللواء جميل السيد هو مدير عام أمن العام السابق بيقول سألني الكثير من المتابعين عن إمكانية نشر نسخة كاملة عن الاتفاقية التي وقعتها كمدير عام للأمن العام عام 2003 بالنيابة عن الدولة اللبنانية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تحدد طريقة وقيود التعامل مع أي نازح أو لاجئ إلى لبنان من أي جنسية كانت وتعطي للمفوضية مهلة سنة واحدة موجودة على الإنترنت مضبوط كحد أقصى لتوطينه في بلد آخر غير لبنان وإلا يعاد إلى بلده الأصلي هنا أدنى مصر الاتفاقية نشرة لا لا غير صحيح كيف غير صحيح ما نشرة لل ما بيقول يعاد ما بيتقول الاتفاقية يعاد الاتفاقية بتقول وعندها يطبق الحكومة الدولة اللبنانية الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين المراعية القوانين المراعية دايما عم نلف وندور حول نفس المقطة لبنان عنده التزام دولي وحيد تجاه أي لاجئ بيثبت أنه عودوا إلى ترحيله ويعرضوا لخطر اللي هو موجة بعدم الترحيل الاتفاقية بتقول اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية لو كان قانوني ترحيل إلى بلد آخر كان عمل عفواً السوريين بيتمنوا يترحلوا على دولة غير دولة سورية بس ترحيل مصطلح ترحيل بلد آخر غير لبنان بعد سنة مفروض يترك لبنان وياخدوه على دولة أخرى هيك حسب ما قال لواء السيد بعد سنة لا الاتفاقية موجودة وواضحة وموجودة على الانترنت مانا سري لا لا يحماعي الاتفاقية ما بتقول يرحلوا ما بتقول يرحلوا ما نحن محصناها بضمن المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز العنصرية ونشرنا بيان تعليقاً وقتا على اقتراح قانون النائب الياس الجراء ده اللي تحدث عن نفس الاتفاقية الاتفاقية بتقول أنه معهم سنة المفوضية لتلاقي لهم حل وبعدها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ما بتقول يرحلوا ما في هيك شيء ما بتقول يرحلوا يعني بيكفي بقى تشويه بالآوانين والاتفاقية اللي لبنان ماضية شكراً لألك المحامية والحقوقية ديالة شحادة الخبيري في القانون الجنائي الدولي كنت معنا مباشرةً من بيروت